التفاصيل الشخصية لقد أنهني تقريباً كل المفاهيم والمواضيع الأساسية سنركز الآن أكثر على المسائل العملية الفنادق، المطاعم، الطرقات، المحلات والأسواق لنبدأ بملء استمارة بمعلومات شخصية من المهم جداً معرفة ذلك عادةً تبدأ هذه الاستمارات بالاسم الأول ومن ثم الشهر عادةً عليكم كتابة العنوان حيث مكان الإقامة عنوان بما في ذلك اسم الشارع كالية رقم المنزل نومرو مدينة سيوداد رمز بريدي كودغو بوستال وطبعاً اسم الدولة الدولة بايس بايس عادةً يريدون أيضاً معرفة الوضع العائلي عزب أو متزوج أو مطلق أو أربل الوضع العائلي استادو سيبيل استادو سيبيل يهتمون أيضاً بالجنسية جنسية ناسيوناليداد ناسيوناليداد أحياناً يودون معرفة خبرتكم المهنية أو الوظيفة على الرغم من أن الكثير من الناس لا يعملون في المهنة التي تعلموها وظيفة مهنة أوكوباسيون بروفيسيون طبعاً لكل واحد تاريخ ميلاد فتحة دي ناسيميانتو فتحة دي ناسيميانتو حتى ولو زرت بول دانعد في رحلتك عادةً يريدون معرفة أين بدأت نقطة انطلاق الرحلة وطبعاً يريدون معرفة وجهتك وجهة دستينو عليك ذكر هدف الزيارة عمل أو متعة هدف الزيارة أبجيتو دي لا بيسيطة أبجيتو دي لا بيسيطة عليك معرفة رقم جواز سفارك غيباً أو على الأقل اكتبه في مكان إضافي رقم جواز السفار هدف الزيارة pasaporte número pasaporte número رقم الرحلة número de vuelo número de vuelo التاريخ عادةً يكون في آخر الاستمارة تاريخ فتحة فتحة نعم ممكن توقيع بأي لغة توقيع فرما فرما